جفت الأنهر وعطش النبات وأصبح النخيل تحت الشمس فقط ذابل ضمآن أما الأراضي فنبت بها الشوك بعد تركها دون سقاية أو زراعة أبو غريب خارجة عن الخطة الزراعي هذا الموسم ومتروكة لرحمة السماء فحتى الآبار لم تعد تنفع وما يوجد من مساحات خضراء هو لون قليل العمر قحط دواعيه خطيرة لا تحرك نحوه القاع من تنترك تلم العاقور وتنهم القاع فانهمني تلقعها واشوف كاربينها وعافينها وانتظر رحمة الله الفلح هو شنو شغلتها شغلتها لفلاحها وهمت خفف ثقل عند الدولة يعني مثل أنا عندي خمس ولد ما متعيني يشتغل بالقاع يفيد نفسه ويفيد أحله مو صعصة ايه فهالوضع أنت جدامكم بعد شفتوه شوفت القاعي شوفوا العطش اللي ماديها وما نقدر نزرح السحالية كل أعلمي البير الناس سجرت الحلال الحلال راحل مواشي انتهت بقت الناس ما قامت تلجأ للمواشي قامت تتبيحها هذا البير هدم هذا البير حفروة 23 متر هدم انتهى الأرض جفت نحو الأسوأ حالة حال هذا البير يعني هم فترة بعد إذا ما أجل المي هم تهدم انتهى الموضوع شح المياه أسبابه عديدة لكن أبرز ما تضررت منه هذه المنطقة هو جفاف نهر بغداد كما يسمى فهو الرافد المغذي للأراضي قبل أن يتم التجاوز عليه ويهمل ويتحول إلى مكب للنفايات وكأن المنطقة لا مسؤول فيها يرى رغم مناشدات ساكنيها والمطالبة بتنظيف النهر نحن الناشد السيد قام قام قضاء أبو غريب العدون على القرار 5 متر بالنسبة لمحرمات كي نستطيع تطهير النهر لأنه بال5 متر يستحيل تطهير النهر في حال تطهير راح يرجع بي موي؟ أكيد راح يرجع بي موي ونطالب سيد قام قام برفع التجاوزات عن نهر شلوب لأنه استمحوا بالتجاوزات بقصد أو بغير قصيد هي نتيجة واحدة بالنهر ما أننا حصة نهائيا وإحنا هاي بساتين نماتت وقعنا نماتت وإحنا عيشتنا على الله وعلى أراضينا ما أدري من القطعة يقول لك ما إلك هذا النهر ما إلي مي عرفت له لا منطقة أبو غريب منطقة البعلوان واحدة ذار منطقة البعلوان فأحنا ناشد الحكومة ناشد رئيس الوزراء ناشد وزير الزراعة أنه يلتفت التفاتي أن هذا موسم زراعة موسم شتوي دخله العراق والزراعة تتعكز على عصا متهالكة إيران قطعت وتركيا قللت والحكومة تغافلت كل يضر من جهة ولا عمل يذكر لإدامة المناطق الزراعية أو الاهتمام بالمياه لا مفاوضات خارجية ولا إجراءات داخلية والقحط يتوسع والمزارع يشكوا واقع الحال عمار غسان قناة الرشيد